12 اتفاقية وشراكات بتسعة مشاريع تتجاوز قيمتها مليارات دولار وقعت بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين بمختلف المشاريع الصناعية التكاملية بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصوني جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الأربع الذي ناقش توصيات اللجنة التنفيذية لتحقيق التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتأمين سلاسل الإمداد وخلق فرص العمل وستسهم الاتفاقيات في زيادة النتج المحلي في البلدان الأربع بقيمة تتجاوز مليارا وستمائة مليون دولار وتوفير قرابة 13 ألف فرصة عمل فيها بقطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيمويات والسيارات الكهربائية كما شهد الخصوني توقيع اتفاقية في مجال إدارة النفايات بين أمانة عمان الكبرى وشركة أبوظبي لإدارة النفايات بأن أهم ما تحقق لنا حتى الآن يتمثل في التوافق على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بلداننا وتحديد العديد من ملامح الإطار التشاركي الذي بدأ يجمع برجال الأعمال في دولنا في مشروعات ستعود بالنفع على اقتصاداتنا ومواطنين هذه المشاريع تعتبر بداية جيدة جداً نثبت من خلالها القدرة الحقيقية على إيجاد فرص التعاون والشراكة والتكامل الاقتصادي بين دولنا وقدرتنا كذلك على الاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لكل دولة ترجمة نانسي قنقر